أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى أن نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن ما حققته مملكة البحرين من إجازات في سبيل حماية البيئة وصيانتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها المملكة تستوجب مواصلة العمل على تكريس الجهود للنمو بالقطاع البيئي في المملكة عبر تنفيذ استراتيجية المجلس الأعلى للبيئة التي أطلقها وخطى بها خطوات نوعية مما بوأ البحرين مكانة متميزة بين الدول المهتمة بحماية البيئة والتي جاءت انطلاقا من الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه الذي استشعر أهمية هذا القطاع لضمان الاستدامة البيئية للمملكة جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله اليوم بقصر رفاع بسمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة وذلك بمناسبة تعيينه حيث هنأه سموه بالثقة الملكية السامية بتعيينه في هذا المنصب وعرب عن تمنياته لسمو الشيخ فيصل بالتوفيق في أداء مهمه بالمجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة والإسهام في تنفيذ استراتيجية المجلس للنهوض بهذا القطاع الحيوي مشيرا سموه إلى ما تسخر به مملكة البحرين من كفاءات شابة في كافة المجلات ومنها المجال البيئي والتي كان لها الأثر الكبير في تحقيق نتائج طيبة للمملكة في هذا المجال على المستويات الإقليمية والدولية وذلك لما يبدونه من حرص دائم في رفع اسم مملكة البحرين عاليا في كافة المحافل واستشعارهم المسؤولية التي يطلعون بها تجاه وطنهم في سبيل الحفاظ على بيئته وصولها وأشار سموه إلى دور البحرين في تعزيز أهداف المجتمع الدولي على الصعيد البيئي من خلال التعاون الدائم مع المنظمات الدولية ذات الإختصاص منوها سموه بتوقيع مملكة البحرين مؤخرا بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية على الاتفاق العالمي حول المناخ والذي يهدف للحد من انبعاثات الكربون المتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري والذي ضم أكثر من 165 دولة والتي كانت مملكة البحرين من أوائل الدول التي وافقت على هذه الاتفاقية وشارك المجلس الأعلى للبيئة ممثلا عن المملكة في العديد من الاجتماعات والورش التي ساهمت في تبلور هذه الاتفاقية العالمية من جانبه قدم نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة كل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي وللعهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء وتهنئته بمناسبة تعيينه معربا عن اعتزازه بالثقة الملكية السامية ومؤكدا بأن تعيينه نائبا لرئيس المجلس الأعلى للبيئة يمثل الدافع الأكبر من أجل بذل كل الجهد للارتقاء بهذا القطاع الحيوي